بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بركاته اهلا بكم خاني الكرام مرة اخرى هنيجي بقى للجزئية اللي بعد كده واحنا نعمل ميدل وير عشان بقى ناخد الجزئية دي من الراوتر اللي هي الهندل ميدل وير دي ونعمل هنا اليمانيت جوه اليمانيت عفوا ميدل وير فولدر هاجي هنا هقول ميدل وير وجوه الميدل وير ده هعمل ميدل وير كلاس بالشكل ده فبالتالي انا هعمل بقى اليمي سبيس وهقول اليمي سبيس بتاعتي اليمانيت عشان هحط ميدل وير وهاجي هنا اعمل بقى الكلاس بتاعي هيكون ميدل وير وهبدأ جوه الميدل وير ده حط الميسود بتاعتي فعندي اول ميسود اهي هعمل لها موف كده وهاجي بقى احطها هنا عشان هبدأ اتوسع في الكود بتاعي وتبقى الامور عندي اه مزبوطة طيب عظيم جدا عندي بقى هنا انا طبعا هلاقي ان الميدل وير بتاعتي هنا مش موجودة صحيح فهاجي بقى هستخدم الكلاس بتاع الميدل وير فبدا ما اقول له سيلف له الهاند الميدل وير هقول له تعالى كده ندور عليها اهو هقول له ميدل وير وهيجيب لي الميدل وير اللي في اليمانيت قدامك اهو على يمين يوز اليمانيت ميدل وير ميدل وير بالشكل ده فكده انا قدرت افصل بجزئية اه التوسع للكود يبقى الكود بتاع السكيل بتاعته بتوسع واقدر ازود عليه زي ما انا عايز عظيم فبالتالي بقى نيجي بقى نعمل ايه انا هنا عملت اقريه شافت وعايزة تشاكل اول ان الميدل وير دي هي سترينج ازا كانت سترينج وهي مش كلاس لان كده كده الكلاس اللي جايلك جايلك سترينج بس لازم اتاكد ان هو از كلاس فاذا كان كلاس على طول استخدمه ازا كان كي فهدخل على الكور اجيب منه الحاجة بتاعتي يعني انا ممكن اكاستب ميدل وير واستخدمها في كل حتة عن طريق الكي يعني مش كل شوية هاجف الويب وانادي عليها بالشكل ده فبالتالي انا هعمل ايه حط هنا مثلا واقول وليكن وليكن مثلا اا هقول سامبل فالكي ده هو اللي هخليه يخاطب بي الكور فايل اللي من جواه هبدأ اجيب الميدل وير اللي انا عايزة فبالتالي لو جيت قلت بقى بابليك اا خلينا نقول استاتيك هقول ماشي كبابليك استاتيك الميدل وير روت او ويب روت وهتكون عبارة عن كي وفاليو هقول الكي بتاعت سامبل او سامبل هجيب بقى السامبل ميدل وير سامبل ميدل وير طبعا انا ممكن ايجي حطها كده ورايح دماغي از ان هي كلاس بالشكل ده كلاس وافصلها كده واجي هنا حط باكسلاش فكده هتعامل انا على طول مع الستاتيك دي وادور فيها على الكي ده لقيه اهلا وسهلا هتلي القيمة بتاعته مش لقيه على طول اا يطلع فبالتالي هرجع بقى للميدل وير بتاعت اللي انا عملتها هنا في في اليومينيتس وهبدأ اتشك خلينا الاول اعمل فار دمب هنا تاني اوكي فار دمب واعمل اكست وارجع للانديكس مرة تاني رجع اللي ان هي ايه ان هي سترينج ازا هقول له كلاس اجزيستس ودي هترجع لي ترو بالتالي عشان اتأكد ان هو كلاس هيقول لي ان هي ترو لكن هي هنا طالعها لي فولس طب لو رجعت للويب وقلت له طيب هي مش سامبل وهي كلاس بالشكل ده هيجي هنا يقول لي ترو فعلا كلاس فالصحة كده احنا ايه عملنا الفكرة بشكل بسيط فبالتالي هيديني سامبل له او هديله سامبل سترينج هيجي اقول لي فولس فاذا كانت فولس هبدأ بقى هجي هنا اقول له public static function get from core انا ممكن اسميها كده عادي جدا واجي هنا هلاقي القيمة بتاعتي هنا هدور على بس طبعا ده الويب خلي بالك عشان احنا لسه عايزين نفرق ما بين الكور بتاع والكور بتاع الويب وهنعملها برضى لان احنا محتاجين اتشك انا بكلم اني فايل بكلم الويب ولا بكلم الويب لسه دي برضو قدامه هنعدل عليها بس احنا شغالينا على الويب بنبني الاساسي بتاعنا الويب بعد كده هنعدل فيه زو ما احنا عايزين ونحط الويب اي بي اي ونبدل ما بينهم في حالة ان هو للايه البريفيكس بتاعت الويب اي بي اي على طول يروح محول كل الشغلة على الاي بي اي. فهنا بقى هاجي اقول اه ان انا عندي الكي. وطبعا هاجي اجيب الكور فايل. او الكور كلاس. فهقول هتلي الكور منه اللي احنا عملنا اللي هو ده. اللي هو ودور لي جواها على الكي. بالشكل ده. فهقول اف ان الكور ده. بس ان ادي على الكلاس الاول. ههو اللي اعرف هو. ان الكور ده اه اسات. هقول اسات. اوكي هاتو. هتلي ايه? الkey بتاعت او الكلاس بتاعت else. يعمل الي نيو. اكسابشن. وقول لي هنا. اه. this route. this middleware. not found. وحطي لي هنا الكي. اوكي ممكن احطها في الاخرية. ممكن اجي هنا. وحطها في brackets كده. مؤقتا. كده هنرجع على الexception دي ونعمل اه. فهاجي هنا بس الاول اقول له throw عشان يستوب. طيب. فبالتالي لما اجي اعمل ريفرش لأ هنرجع هنا سوري بقى للجيت فرام كور وطبعا لازم هوجهه هو بيدور بيدور في الويب ولا بيدور في فخلينا اجي هنا هقول له كمان آآ الطايب فبالتالي ازا كان الطايب بتاعي كزا طيب هرجع هنا هعمل واحد زي ده كده بس ويبروت وهعمل واحد تاني هنا بس هيكون فاضي هسميه اي بي اي 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 بي اي روت بالشكل ده فخليه دور لي هنا سواء كان في الويب ولا الاي بي اي بس هرجع تاني على الميدل وير وهقول اف ان الطايب اول كده ان الطايب بيساوي يساوي ويب and الكلام ده else هاخد نفس الكلام ده وهاجي هنا هقول له اي بي اي طبعا هاجي هنا هقول له else f فطبعا هجيب من الكور ال اي بي اي بالشكل ده طبعا هنعمل فورمات اوكي فكده انا حاطت له الكي والتيب فهاجي هنا بقى طبعا انا هحط الويب بشكل افتراضي هاجي هنا هقول له ويب عشان بس الوقت وبعد كده في ال اي بي اي حلا ربنا احنا ان شاء الله هنعمل بشكل لطيف فبالتالي هاجي برضو هكتب نفس الميدل وير تاني ها اوفر رايد على الفريابل اللي فوق عشان هاي سمع معي تحت على طول وهاجي هنا هقول له self هاتلي من الكور الميدل وير دي اللي هاجي اللي ازن هي key شيل بقى الفار دم بشيل الكلام ده خلينا اعمل حافز كده ونروح نعمل ريفرش كده امورنا اصبحت تمام وفعلا ليه اللي هي دي اللي هي جاء السامبل حتى لو جينا هنا عملنا فار دم هنلاقي ان هو مدي هنا فعلا اهو بيجيب لي السامبل ميدل وير من الكور فايل اللي احنا عملنا فبكده احنا عملنا كمان نوعين للميدل وير ازا كي اقدر اجيبها وازا كلاس يعني مش شرط فقط اعتمد على الكلاس لو انا قردي مجهز مجموعة عايز احطها هنا بشكل افتراضي على طول وانا ادعي عليها بكل سهولة من الميدل وير كلاس والميدل وير كلاس انا خليته هنا مع الراوتر بتاعي عشان هجيب بس منه الهاند الميدل وير ووسع بقى بتاع الكود بتاعي وخليه كلين كود ويبقى الكلاس يعني مية وسبعة سطر سهل كده وتقرأه ببساطة ومفقوش اي تعقيدات يعني اللهم انك انت بتتعامل بشكل احترافي مع الكود الى ابعد ما يكون ففي حتة هنا برضو هنبس نحط الدي كده نعدل بس الاسات لي الابي اي روت وعندي هنا هقول له بقى انا عايز اتشك اذا كان الحالة بتاعت الميدل وير دي كلاس فهقول بقى هنا اف ان الكلاس اجزيست اجزيست في الحتة دي كده على طول ياخد يعني اوفر رايد على اللي فوق مفيش على طول هياخد اللي فوق بشكل تلقائي فانا يجي نجرب بقى هنا ونشوف هنا بيديني قر بقول لي ان السامبل نوت فاوند ليه نوت فاوند طيب نبص كده اولا هنا انا بتشك اف ان الكلاس ده ترو سوري اف نوت كلاس اجزيست ايوا اف نوت كلاس اجزيست فبالتالي كده هيشتغل معي طيب في جزئية الارجع ليه الكونتراكت هنا مرة تانية عشان ديت انا كنت عايز اعدلها الصراحة احنا كنا حطينها ازي ان هي بالشكل ده اوكي فهرجعها زي ما كانت عشان تكون عبارة عن ويجي لي فيها ديت عادي مفيش هيا مشكلة فهارجع مرة تانية في الراوتر هنا واحنا كنا نتعلم معاها على اساس ان هي بالشكل ده فلما كنا بنجيبي القيمة فبيقول لي عشان هي اصلا لازم تكون كمان بالشكل ده طيب نرجع تاني هنا جوه الهندل نبص كده على الهندل انا هنا محولها الراي هترجع مرة تانية هي كمان تكون بالشكل ده فقدر اجيب القيم منها بالصورة اللي انا عايزها كده فبالتالي لو طبعت الرول دي كده هتبقى الامور معايا مظبوطة تعالى نشغل كده واقفس الرول دي وتعالى نبص كده هتلاقيها جايلك الراي عادي جواها هو الراي فيها زيرو والادمن على طول فحتى لو جيت طبعت كده هتلي القيمة رقم زيرو او الاندكس زيرو هيجيب لي الادمن على طول وبكده يكون امورنا اصبحت يعني مظبوطة بشكل كويس والى هنا نتوقف ونتقابل في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته